مرحبا بكم في قناة ترنديك السيارات نسمع هذا التصريح لوالي ولاية أمب واقي ونوليوليكم إن شاء الله تكون فيه مفاجأة من العيار كما يقولوا التقيل لهذه الولاية وهذا ما نسعى إليه ومن خلالكم ممكن جدا إعادة تسجيل أمالية لإنجاز مصنع للسيارات والشاحنات في ولاية المباراة هذا أخبر يفرح ونتمنى ونشوف مصانع للمركبات في كل ولايات الوطن ما شيغي في بعض الولايات وأهم حاجة لك نتكلموا لها وهي ما الفائدة التي ستعود على الولاية الموجودة فيها هذا المصنع ومن أهم هذه الفوائد هي الوظائف يعتبر مصنع السيارات والمركبات بصفة عامة مصدرا كابينا للوظائف المباشرة وغير المباشرة حيث يتطلب إنتاج السيارات الكثير من العمالات في مختلف المجالات مثل التصميم والهندسة والتصنيع والإدارة والتسويق والخدمات اللوجستية والنقل والتوزيع الفائدة الثانية وهي النمو الاقتصادي يمكن لمنطقة يوجد فيها مصنع السيارات أن تجهد نمو اقتصاديا كبيرا حيث يعمل المصنع كمحرك للتطور الصناعي والتجاري في المنطقة كما يساهم في زيادة الإنتاج والإرادات وتحسين حياة المجتمع المحلي ثالث فائدة عدنا وهي التكنولوجيا يتطلب إنتاج السيارات الكثير من التكنولوجيا المتطورة وبالتالي فإن وجود مصنع السيارات في المنطقة يمكن أن يشجع على انتشار التكنولوجيا المتقدمة والتطور التقني في المنطقة وبالتالي يمكن أن يساعد على تطوير قطاعات أخرى في تلك الولاية رابع فائدة عدنا وهي الاستثمارات يمكن أن يجدب وجود مصنع السيارات في الولاية استثمارات أخرى حيث يزيد من الجاذبية الاستثمارية للمنطقة ويشجع على استثمار الرأس المال والتوسع الأعمال وتحسين البيئة لذلك ويمكن أن يتم تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة وفي الأخير 406-406 صحفتوركم